لم يعد الأمر سراً أن التوتر والإجهاد يرتبط بأمراض كثيرة ويفاقم أنواع خطيرة منها لعل أبرزها السرطان لكن دراسة أمريكية جديدة تشير إلى خفايا جين مسؤول عن التوتر ومدى علاقته بسرطان الثدي باحثون في جامعة أهايو الأمريكية أوضحوا من خلال دراسة نشرها موقع هفنكتون بوست كيف أن جسم الإنسان هو ما يجعل السرطان ينقلب ضده من خلال إثارة جين يعرف باسم ATF3 وهو جين ينشط نتيجة طبيعية للإجهاد والتوتر ما يؤدي لانتشار الخلايا السرطانية وإثارتها قيم الباحثون عينات من نحو 300 مريض ومريضة بالسرطان وقارنوها بنتائج تجارب على فئران تعاني من سرطان الثدي ووجدوا أن هذا الجين يشجع خلايا الجهاز المناعي على العمل بشكل متقطع وإعطاء الخلايا السرطانية طريقاً للهروب والانتشار في أماكن أخرى من الجسم ويقول الباحثون إن هذا الجين يظهر استجابة للمواقف التي تسبب التوتر خاصة بالنسبة للمرأة التي تتميز بحساسية مشاعرها ويأمل العلماء أن يقود هذا الاكتشاف إلى تطوير عقاقير تستهدف البروتين المسؤول عن هذا الجين والحد من آثاره السلبية الخطيرة إذن في الاستيديو ينضم إلينا الدكتور جلبير برجيلي استشاري طب مكافحة الشيخوخة والعلاج الهرموني دكتور جلبير أهلاً بك الموضوع جداً مهم خاصة أن هذا الجين الذي ينتج أو يحفز عن طريق التوتر والإجهاد له علاقة وثيقة بسرطانات أهمى سرطان الثدي 100% نحن عطول منحكي على الضغط النفسي والسترس قد يأثر على الجسم وهذه الدراسة يعني بتصلدت الضوء على هالشي يعني بالنهاية لما الشخص بيجي مثلاً عند الطبيب بيقول له أنه عندي استرس بالنسبة للطبيب لما يكون الشخص عنده استرس هيدا مرض مثل مرض السكر مثل مرض الضغط عم بيأثر على الجسم وهذه الدراسة بتثبت أنه الاسترس عم بيعمل عم بيشغل جين بالجسم هالجين هيدا عم بيساعد على الخلايا السرطانية تنتشر وأنه تصير موجودة بالجسم لأنه نحن الخلايا السرطانية موجودة بجسمنا بس جسمنا المناعة طبعا الجسم هي اللي بتأتو للخلايا السرطانية طيب هدا بدي أسأل عن موضوع الجهاز المناعي للإنسان دكتور جيلبير هذا الجين الـ ATF3 المستمى يعني ما إلو علاقة بالجهاز المناعي تقوية الجهاز المناعي مثلاً؟ مزبوط هلا هيدا الـ ATF3 هو جين بيكون موجود على بعض الخلايا يلي أوقات لما نصير فيها أكسدة هيدا الجين بتخلي هيدا الخلايا تموت هلا الخلايا السرطانية بتخلي هيدا الجين ينوجد على خلايا المناعة وبتأتل الخلايا المناعة بشكل أن الخلايا المناعة ما بعد فيها تأتل الخلايا السرطانية لأنه يومياً نحن موجود بجسمنا خلايا سرطانية بس عم نتكل على جهاز المناعة أنه يقتلها بقى إذا جهاز المناعة ما قدر أتالها هون المشكلة حدثية والاسترس بيخلي جهاز المناعة ما يشتغل مزبوط ويقتل الخلايا طيب برأيك مثلاً مثل هذا الاكتشاف اكتشاف هذا الجين يمهد لي فعلاً عقاقير قد تثبت من نشاطه مثلاً؟ مزبوط هلأ معقولة هيدا بس هيدا واحد من الجينات اللي عم بيخلي السرطان ينتشر بس فيه كتير جينات تانية بتخلي السرطان ينتشر لأنه مش بس الاسترس هو بيخلي السرطان ينتشر فيه أشياء كتيره فيه عوامل هرمونية عوامل بيئية بس هيدا هوني عم نصلت الضوء على هالدراسة على أنه قداش الاسترس معقول يأثر بجسم الإنسان وإذا لحديت هلأ في حدا ما كان عارف هالشي أو ما كان مقدر أنه قداش خطورة الموضوع هذه الدراسة بتثبت أنه الموضوع كتير خطير إذن برأيك الواحد لازم يبتعد عن أسباب التوتر وأسباب الإجهاد لكي تقل مثلاً إفرازات أو نشاطات هذا الجين مية بالمية لأنه لما نحن عم يكون الإنسان الحياة العصرية صراحة هي مليئة بالسترس يعني حتى إذا شخص كان مفكر أنه هو ما فيه استرس بحياته بس بيطلع بيفتش أي ساعة عم بفيق الصباح كيف عم يعيش اليوم طبعه وكيف الركض اللي عم بيركده يعني الإنسان منه معمول لحتى يكون عنده ضغط نفسي بشكل يومي الإنسان يعني لازم الضغط النفسي يكون مرة بالشهر أو مرة بالسنة بس عم نشوف أنه الإنسان عم يكون مضغوط نفسياً يومياً بحياته وهالضغط النفسي اليومي هيدا عم بيأثر بطريقة كتير سلبية على الجهاز المناعة يلي هو يلي هو لازم يحارب الخلايا السرطانية طيب يعني أليس من الغريب جين صغير مثلاً يسبب طرق لهروب تلك الخلايا السرطانية إلى أماكن كثيرة في الجسم ولا يوجد جين مضاد له دكتور جلبير يعني هو صراحة جسم الإنسان منه مثل الكمبيوتر يعني ما عنا أوقات مثل إذا هيدا ما زبط الجهاز المناعة بده يستخدم طريقة تانية كتير أوقات اللي بيصير أنه لما يكون جسم الإنسان تحت الاسترس والتوتر بيصير كل طاقة الجسم يعني عم بتتوجه نحو محاربة هذا الاسترس بيصير فيه بيصير هالخلايا السرطانية يمرقوا بلا ما يقدر جهاز المناعة يشوفه مضغوط وبيصير هالخلايا هيدا تنتشر وتتكاطر لأنه يومياً فيه خلايا عم بتصير سرطانية بس عم نتكل على جهاز المناعة أنه يقتله وهذا بمهد للسؤال أيضاً عن ثورة العلاج الجيني دكتور جلبير يعني برأيك هل هي حققت أشوات مثلاً جيدة في هذا الموضوع خاصة سرطان مثلاً؟ 100% هلأ لما عم نتعامل دراسة مثل هذه وعم نحدد الجين والاسم والموقع طبع الجين على الكروموزوم طبع الإنسان عم نتكل أنه هيدا الإنسان رح نقدر نحن نعالج هيدا الجين بطرق من الطرق بس من هلأ لا يصير فيه علاج لهيدا الجين الإنسان اللي لازم يقدر يعملوا أنه الوقاية يعني الوقاية خير من العلاج وأهم شيء يكون فيه وقاية أنه واحد بغيوب هلأ علاج لهيدا الجين لازم واحد قد ما فيه يتوقع نسمع عن تصوير لخارطة وراثية أو خارطة جينية موجود متوفر مثلا مثل هيك شي رسم جينات لهذا الإنسان معرفة تحرك مثلا بعض الجينات الضارة مزبوط هلأ هذا الجين مثلا يلي العمل بهذه الدراسة هيدا الجين موجود عند كل البشر هلأ حتى بهذا العلاج الجيء يعني هذا مش أنه فيه أشخاص عنده نيه ولا أشخاص لأ بس هوني عم نشوف كيف عامل من الخارج عم بخلي هيدا الجين يا يشتغل يا ما يشتغل إذا فيه سترس عم بيشتغل إذا ما فيه سترس ما عم بيشتغل هلأ الخارطة الجينية كتير مهمة للأمراض الوراطية الأمراض الوراطية يلي بيكون مثلا هيدا الجين أو يت موجود عن شخص معين بس مش موجود عن شخص تاني هيدا الخارطة بس بهذه الدراسة هيدا الجين موجود عند كل البشر بس يلي بيشغله ويلي ما بيشغله هو إذا فيه موجود للسترس طيب حسب الدراسة أنه بيقدر الإنسان حتى يتحكم بإفرازات هذا الجين بروتينات كيف بعيدا عن التوتر والإجهات فيه أنواع معينة غذاء مثلا أدوية معينة داعمة مثلا باختصار الدكتور جلبي أكيد هلأ فيه أدوية كتير مشان بتخفي في هرمون الكورتيزول هلأ أنه على الضغط النفسي فيه الهرمون الكورتيزول بيرتفع كل الأشياء اللي بتخفي في هرمون الكورتيزول بتخفي في تأثير السرس على الجسم مثل الرياضة زيت السمك الأشياء اللي بتخفي فيه من الارتهابات بالدم